اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الهروين مقدمة الهروين هو مخدر قوي يؤثر في الدماغ وقد يصاب الذين يطعاطونه بادمان قوي يحدث الادمان عندما لا يستطيع مطاعات العقار ايقاف اخذه حتى لو اراد ذلك يمكن اخذ الهروين بطرق مختلفة وهو خطير بغض النظر عن طريقة اخذه فقد يتسبب بالاجهاض والعدوى القلبية والموت يشرح هذا البرنامج التثقيفي الهروين وهو يتناول معاقرة الهروين وتأثيراته في الجسم ومضاعفاته الصحية كما يناقش الشفاء والمعالجة معاقرة الهروين وإدمانه تحدث معاقرة عقار ما عندما يأخذ الشخص عقارا غير شرعي أو عندما يأخذ دواء لأسباب غير الإصابة بعل قد يبدأ الشخص معاقرة العقاقير لأسباب متنوعة هناك عقاقير معينة تكون معاقرتها أكثر شيوعا وقد تكون تلك العقاقير غير مشروعة في بعض أنحاء العالم مثل الكوكاين مشروعة للبالغين فقط في بعض أنحاء العالم مثل الكحول والتبغ أدوية موصوفة وتباع دون وصة طبية مثل المسكنات أو أدوية السعال أو الزكام الهروين مثله مثل الكوكاين مخدر غير شرعي في بعض أنحاء العالم والهروين مخدر مسبب للإدمان بشدة يظهر الهروين عادة على شكل مصحوق أبيض أو بني كما قد يكون على شكل مادة سوداء ولزجة ويسمى هذا النوع من الهروين باسم هروين القطران الأسود يمزج الهروين غالبا مع عقاقير أو مواد أخرى مثل السكر أو الحليب المجفف كما قد يمزج مع سموم مثل استريكنين والستريكنين هو سم يستخدم لمكافحة الحشرات يمكن أخذ الهروين بطرق مختلفة متعددة بما في ذلك فمويا حقنا في الوريدي أو العضل استشاقا في الأنف بالتدخين يحدث إدمان الهروين عندما يشعر مطاعات المخدر بأنه يحتاج الهروين ولا يقدر على إيقافه حتى ولو أراد ذلك تكون الحاجة لأخذ الهروين من القوة بحيث لا يمكن السيطرة عليها حتى عند معرفتي أنه يؤذي يكون الإدمان بالنسبة لمدمن الهروين أكثر الأشياء همية في حياتهم فقد يقوم مدمن الهروين بأي شيء تقريبا ليحصل على ما يسد حاجة إدمانه فمثلا قد يسرق مدمن الهروين أموالا أو قد يرتكب الرديلة لشراء المزيد من المخدر عندما يبدأ الشخص بأخذ الحروين لا يكون بنيته أن يصبح مدمنا ويظن مطاعات المخدرات أن بإمكانه التحكم ببقدار ما يأخذه من المخدري وكم مرة يحصل الإدمان لأن المخدرات تغير الدماغ وكيفية عمله قد تستمر هذه التغيرات الدماغية لفترة طويلة ويمكن أن تتسبب بما يلي فاخذ ذاكرة تقلبات المزاج صعوبة في التفكير وأخذ القرارات من المهم معرفة أن الإدمان هو مرض مثله مثل السكري والسرطان فهما مرضان الإدمان ليس مجرد حالة ضعف وهو قد يصيب الناس من مختلف الأعمار والخلفيات إدمان العقاقير مختلف عن الاحتماد على العقاقير فالاحتماد على العقار هو عندما يصبح المريض معتمدا جسديا على العقار قد يصبح الشخص مريضا دون العقار وإدمان العقاقير هو مرض نفسي قد يؤدي إلى اعتماد جسدي على العقاقير لا تؤدي كل العقاقير التي قد تسبب الإدمان إلى الاحتماد عليها فمثلا يمكن لشخص ما أن يكون مدمنا على الكحول دون أن يحتاج إليه جسديا وبشكل مشابه لا تنجم جميع حالات الاحتماد على العقاقير عن الإدمان عليها حيث يمكن أن يكون الشخص موضوعا على دواء بوصفة طبية لا يمكن إيقاف أخذه فجأة دون الإصابة باعتلال يغير الهروين كيفية عمل الدماغ وهو عقار مسكن أفيوني يصنع من المورفين الأفيونات هي مواد تستخدم لعلاج الألم أو لإحداث النوم والمورفين هو مادة طبيعية موجودة في غلاف حبوب نبات الخشخاشي الآسيوي ويستطيع المورفين عند افتخدامه كدواء أن يعالج الألم من المتوسط إلى الشديد عندما يطعط شخص ما الهروين يدخل المورفين إلى دماغه ويعمل المورفين بشكل مشابه للإندروفينات والتي هي مواد كيميائية يصنعها الدماغ بشكل طبيعي لكن المورفين أخوى بكثير من الإندروفينات الطبيعية يرتبط المورفين بالمستقبلات الأفيونية وينشطها حيث تتحكم تلك المستقبلات بطريقة اختبار الدماغ للمثيرات كما تتحكم بالتنفس وضغط الدم عندما تتنشط المستقبلات يخف الألم ويطباط التنفس ويحدث الشعور بسعادة شديدة بعد أخذ الهروين يشعر المتعاطون بالنشاط والحيوية أو الاندفاع وتعتمد شدة الاندفاع على مقدار الهروين المتناول ومدى سرعة دخوله إلى الدماغ وقد يتسبب الهروين كذلك بأن يختبر المتعاطي ما يلي شعور بالثقل في الأطراف توهج دافئ للجلد ضبابية الوظائف الذهنية جفاف الفم غثيان أو قيء حكة شديدة بطء التنفس تضيق الحدقتين وإدماع العينين بعد الاندفاع سوف يشعر متعاطي الهروين بارتخاء شديد وسوف يتناوب بين الشعور باليقظة والنعاس وهذا قد يتسبب بطباطئ تفكير وحركة المتعاطي قد تستمر تلك التأثيرات لست ساعات يستخدم الهروين مع عقاقير أخرى غالبا فبعض المتعاطين يستخدمون الهروين والكوكاين معا بينما يجمع آخرون بين الهروين والكحول يحدث تحمل للهروين على الطعاط المنتظم له وهذا يعني أن استجابة المتعاطي للمخدر سوف تقل وسيحتاج لهروين أكثر للحصول على نفس التأثيرات يفقد بعض متعاطي الهروين تأثير النشاط والحيوية تماما وقد يأخذ متعاطي الهروين بكثرة المخدر فقط لتخفيف أعراض السحبي المزعجة برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية المضاعفات الصحية قد يتسبب الهروين بمضاعفات أكثر شدة من مثل فيروس عوض المناع البشري الـ AIDS أو التهاب الكبد يرفع طعاط الهروين في أثناء الحمل قطورة الولادة الخديجة والعيوب الولادية وقد يكون لدى الرضيع من أم مدمنة على الهروين أعراض السحبي بعد الولادة كما قد تتسبب معاقرة الهروين بالإجهاض يتسبب الهروين بحالات وفاة سببها فرط الجرعة أكثر من أي عقار آخر قد يتسبب فرط جرعة الهروين بالوفاة بسبب إبطاء التنفس أو إيقافه الهروين يتسبب بالإدمان بشدة فإذا تم إيقافه سيكون عند المتعاطي طوق قوي للمخدر الشفاء والعلاج الشفاء من إدمان الهروين ممكن وقد يقلع الشخص عن إدمانه فيما لو عولج هناك برامج علاج تؤمن التصقيف وجلسات علاج يمكن القيام بتلك الجلسات بشكل فردي أو ضمن مجموعات أو مع أفراد العائلة يمكن إجراء العلاج في أوضاع مختلفة تتيح برامج المرضى الخارجيين للمرضى بأن يأتوا ويذهبوا لطلق العلاج وتتيح برامج المرضى المقيمين للمريض بأن يمكث كمقيم في المرفقي لطلق العلاج ويمكن إجراء المشورة بشكل فردي أو مع أفراد العائلة وهذا يساعد المريض على التعامل مع التوق ويعطي استراتيجيات لتجنبي النكس النكس هو عندما يقلع الشخص عن طعاة العقار لكنه يعاود استخدامه من جديد يكون لدى الأشخاص الذين يتعافون من الإدمان غالبا نكس أو أكثر على طول الطريق مجموعات المساعدة الذاتية هي جزء الرئيسي من العلاج أيضا بالنسبة للكثير من الناس تركز تلك المجموعات على أن الإدمان هو مرض يحتاج لعلاج مستمر كما يمكنها وصل المريض مع أشخاص عندهم ظروف مشابهة يستطيع مقدم الرعاية الصحية أو المستشار أن يساعد على تقرير أي نوع من العلاج هو الأفضل لكل شخص كما يمكن لأفراد العائلة المهتمين التواصل مع مقدم الرعاية الصحية أو مستشار لمساعدة أحبائهم من المدمنين على العقاقير قد يتسبب سحب الهروين بما يلي نوافض وتعرق إسهال وإمساك أوجاع عضلية وعظمية تشنجات عضلية تململ نعاس معصات في البطن وفي الرجلين والذراعين قد يتسبب سحب الهروين بأثار جانبية مؤلمة غير أنه ليس مهددا للحياة عادة يتضمن العلاج لشفاء الهروين العناية الدائمة والأدوية يمكن للأدوية أن تخفف أعراض سحب الهروين مثل التقيو والإسهال والأوجاع الجسمية الميثادون هو دواء يمكن أن يمنع أعراض السحب أو يخففها وهو عقار يماثل الهروين لكنه يدوم في الجسم لفترة أطول يمكن أن يقلل الميثادون الحاجة للهروين بينما يقوم بمنع أعراض السحب يستخدم بعض المرضى الميثادون كعلاج طويل الأمد ويطلق على ذلك اسم المداومة يكون بعض المرضى في نهاية الأمر قادرين على تقليل تعاطيهم للميثادون أو التوقف عن استخدامه تماما ويعرف ذلك باسم إزالة السمية البوبري نورفين هو عقار آخر يمكن استخدامه ويملك البوبري نورفين مقارنة بالميثادون خطورة أقل بإحداث فرط الجرعة أو تأثيرات السحب كما أن خطورة إحداثه للاعتماد أقل إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الهروين هو مخدر قوي يؤثر في الدماغ يحدث إدمان الهروين عندما يشعر مطاعات المخدر أنه يحتاج إلى الهروين وإنه لا يستطيع إقاف تناوله حتى لو أراد ذلك تكون الحاجة لأخذ الهروين من القوة بحيث لا يمكن السيطرة عليها حتى عند معرفة أنه يؤذي بعد أخذ الهروين يشعر المتعاطين بالنشاط والحيوية أو الاندفاع وبعد الاندفاع سوف يشعر مطاعات الهروين بارتخاء شديد وسوف يتناوب بين الشعور باليقظة والنعاس وهذا قد يتسبب بطباطي تفكير وحركة المتعاطي قد يتسبب الهروين بالكثير من المضاعفات الصحية وهي تتضمن عدوى جرثومية للأوعية الدموية وثممات القلب مرض كبديج أو كلوي مشاكل رئوية مثل الالتهاب الرئوي والسل الإجهاض انتقال فيروس عوذ المناع البشري الإيد أو التهاب الكبد الشفاء من إدمان الهروين ممكن وقد يخلع الشخص عن إدمانه فيما لو تعالج يتضمن العلاج لشفاء الهروين العناية الداعمة والأدوية يمكن للأدوية أن تخفف أعراض سحب الهروين مثل القي والإسهال والأوجاع الجسمية شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين شكرا للمشاهدة